انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوى 20-22 هذا وقد أطلق محافظ مطروح خالد شعيب شارة عقاد الجلسات ولقاءات الثنائية والندوات العلمية لمهرجان التمور المصرية بواحة سيوى كما تفقد أيضا أماكن العرض والمنتجات المعروضة مشيدا بأنواع التمور التي تم عرضها داخل المهرجان ومقدما التهنئة للعرضين الذين فازوا بالجواز تم النهاردة ندوة علمية ووليش عمل خاصة بزراعة النخيل وصناعة التمور ومقاومة آفات وسوس الدخيل وفي الوقت نفسه تفقدنا المعرض اليوم الثاني سعيد جدا الحمد لله المعرض جاء فعلياته كويس جدا ليه فعلياته كويسة شفنا نهاردة فيه صفقات تمت نهاردة في المعرض ما بين شركات ومنتجين ومزارعين الحمد لله عندنا فوق تمانين عرض من جميع دول العربية يمكن عندنا السودان عندنا الإمارات عندنا ليبيا المغرب الأردن السعودية دول صحيحة كتير جدا موجودة داخل المعرض